اهلا بحضراتكم من جديد من انجاز كرة اليد وتسلم الاياد يا ابطال الى ما حدث هذا الاسبوع الحياة بطل الدوري حين يخرج من دور 16 لكأس مصر فالمسألة مؤكد مهمة والاهل عينما يتلقى الخسارة التالتة على التوالي من فريق واحد زي بيرامد مؤكد ان المسألة ايضا ذات اهمية وعندما يوجه الاهل الشكر الى مدربه الارجوياني مارتن لسارتي فمؤكد انه فيه كلام كتير لازم يتقال شكرا لسارتي ولكن ولكن ليه والله لسارتي كنت يعني فيه لخبطف تقييمه هل من العدل تقييمه على النتائج ولا تقييمه على الاهداف ولا على الاداء ولا على التطوير وهلا على الدعم اللي حسم بالنسبة لانا على الاقل يعني الكلام ده كله انا كنت يعني مش مرتاح اول خطوة ان انا غير مدرب في بداية المسلم كده وكله ستة شهر وبقى فيه مدرب انما لما شفته في المؤتمر يا استاذ ابراهيم الصحفي انا اتخضيت عندي قناعة ان الشخصية تسبق الناحية الفنية والعلمية ليه؟ العلم مكتوب انا ممكن ابقى راجل كوتش وعندي قدر كبير من الوعي بس شخصية قوية ممكن اجيب مدرب احمال ممكن اجيب مدرب عام سهل يعني غطولي اذا كان عندي نواقص في التدريب سهل لا قوي مش مطلوب منه ما اكتر من كده جاب لي بني ادم لائخ بدنيا وانا مسؤول عن لياقته النفسية وادارة المجموعة ادارة المجموعة وادارة المباريات انا شفته قدامي شخص منهار اسير فكرة واحدة انه كسبت دوري سمعوني مينك بطل الدوري يا عم خلصت ده احنا في النادي اللي قال لي تاني يوم الصبح بنقول اقفل الصفحة الناس بتكلمك في حاجة والناس متضايقة والناس عايزة تسمع منك ما يطمئنها عندنا فريق كويس اليوم ما كانش يومنا لينا اتحاجج مش اتحاجج قولي الحقيقة لنا ضربات جزاء كانت كافية لانها احنا اول كرة استاذ ابراهيم اول كرة تروح علينا في المباراة جاد جود اول كرة وبعدها بعشر دقايق حصل الطرد الطرد من بعدها ما شفناش حاجة حالة انهيار رغم ان احنا ضيعنا فرستين من كرات سابتة عن طريق ازاره والله لعب واحدة منهم هاي اللي يعني اللي هو انقاذ الموسم بتاع المهدي سليمان انما في الاخرية تقسرت واطلعت واحنا قلنا ان دي عندما يأتي النهائي في دور الستاشر مباراة قوية ويعني اللي فاز هو مرشح ان يكمل حتى النهائي فانت يعني ان يضيق صدرك بمرارة الناس اللي موجوعة بتنتقد وبتعبر عن جماهير عريضة موجوعة ومتدايقة ومالهاش دعوة هو ما بتفوق بشواء بتبتدي تبص بقى النواحي الفنية وضربات الجزاء والعدالة واللي حصل واللي حنقش يعني انما وقتها كان يجب تتحمل الناس وبشجاعة المدربين الكبار تقول انا مسؤول الله هو انت تحط لنا تشكيل وكان تفسيرنا ان التشكيل ده انت بتجهز عشان يلعب المباراة دي فتروح مطلع جيرالدو بره تشكيل خالص ايه المفاجأة دي وبعدين تروح منازل قبشة طب انت ما نزلتش قبشة في المباراة اللي فاتت عشان يندمج تدخلوا الفرق اه انما تروح مجربوا وتظلموا في هذه المباراة وده الخوف اللي انا كنت متخاف انه تحت الضغوط يعمل كده عشان يراضي الجماهير طيب